يناور من جديد مستمرا في سياسته المعتمدة أساسا على المراوقة هذا ما يفعله الأسد خلال كل الاجتماعات التي تخص سوريا سواء بالأمم المتحدة ومجلس الأمن أو جينيف وسوتي وأخيرا بعد عودته للجامعة العربية القاهرة استضافت الاجتماع الأول للجنة الاتصالات الوزارية الخاصة بسوريا على مستوى وزراء الخارجية لكل من السعودية ومصر والعراق والأردن والبنان وسلطة الأسد دون جديد يذكر حيث وقف البيان الختامي للاجتماع عند ضرورة الحل السياسي والتصريح بأن الأجواء إيجابية أما على الأرض فالسلبية هي المسيطرة في علاقة سلطة الأسد بجيرانها العرب قصة عدم تطبيقه التفاهمات التي جرت في اجتماع الجامعة العربية بجدة وعلى رأسها إيقاف تدفق الكبتاجون لدول الجوار الكبتاجون الذي تخافه أوروبا وفق وكالة بلومبرغ الأمريكية وفي تقرير للوكالة قالت إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتدفق محتمل لمخدر الكبتاجون لا سيما من سوريا ولبنان لأن المنتجين يواجهون صعوبات في تسويقه بدول الخليج العربي التي ركزت جهودها خلال الفترة الماضية على مكافحة تهريبه الخارجية الهولندية وفي ذات الصياق أصدرت تقريراً قيمت فيه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا وأكد التقرير على أن تجارة المخدرات والابتزاز وأموال الفدية والأموال القادمة من الخارج أصبحت ركائز مهمة لاقتصاد سلطة الأسد التقرير الهولندي أشار إلى أن المساعدات التي قدمت لسوريا بعد زلزال شباط ذهبت إلى المناطق الموالية للحكومة أو عائلات مقاتلي الجيش الوطني وليس إلى المناطق التي حددتها المنظمات الإنسانية كأولويات أما سلطة الأسد فقد نفت تقديم مساعدات عربية لمناطق الزلزال فارس كلاس مدير الصندوق الذي أسسه بشار الأسد في أيار الماضي قال في مؤتمر صحفي إنه لم تصل مساعدات مالية للصندوق حتى الآن من دول عربية بهذه التصريحات وتلك الاجتماعات يزداد الوضوح بأن سلطة الأسد ماضية في حلفها مع روسيا وإيران ضاربة على ما يبدو بالمطالب العربية والأوروبية عرض الحائط ترجمة نانسي قنقر